إنصاف عبد المعين هي واحدة من عشرات النساء التي يستيقظن عند ساعات الفجر الأولى ليقطعن مسافات في البحث عن مياه الشرب المنعدمة في قريتها الجبلية في ريف محافظة لحج تعاني جميع القرى من شحة المياه ومثلما تلاحظون خرقنا بالكشاف الساعة الثالثة فجرا وقطعنا مسافة ثلاث ساعات نأتي لهنا بحثا عن المياه على طول هذه المنحدرات والأودية تقطع هؤلاء النسوة عشرات الكيلومترات في رحلة جلب المياه في مديرية القبيطة الأطفال لهم نصيب من هذه المعاناة حيث يتقاسمون مشقة البحث عن القليل من المياه وبهذه الطريقة التي يجري من خلالها الحصول عليها من أعماق بئر بات الجزء الأكبر منها فارغا هذا البئر الذي يبدو المصدر الوحيد للمياه في المديرية تتزاحم حوله مئات من الأسر الوافدة من قرى أخرى في مؤشر على تزايد الحاجة لمياه الشرب خصوصا وأن ظاهرة الجفاف ضربت الكثير من مناطق المديرية إن عدم المياه الجارية والصالحة للشرب دفعت ببعض الأسر الاعتماد على مياه آسنة وهو ما يؤدي إلى تفشي بعض الأمراض جراء استخدامها تعددت مظاهر الجفاف في أغلب مناطق مديرية القبيطة لكن تبقى المشكلة واحدة هي أن الأهالي بدون مياه صالحة للشرب وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى اعتماد أقرب مصادر المياه وإن كانت راكدة اشتركوا في القناة